مأساة جديدة في مخيمات النازحين ووجع آخر يضاف إلى وجع النزوح هكذا يبدو الحال في هذا المخيم الواقع في الجهة الشرقية لمدينة جعار والذي مثل ملجأ لأكثر من مئتي أسرة نازحة منذ قرابة عامين لكن الأمطار تحولت إلى كارثة عصفت باستقرار الساكنين في المخيمات وفاقمت من حدة التعب الذي يرافق حتى الأطفال الذين انتهكت طفولتهم في زمن الميليشيات والحرب هناك عشرات الأسر التي تعاني من الأمطار الغزيرة التي أفتغدت مساكنها وموادها العوائية والغدائية ونتمنى أن تكون منظمات الغاثية على سرعة التواصل لأنقاد حياة تلك الأسر بينما بلغ عدد المتضررين حوالي 1806 في أطار محافظة أبيان تقول هذه النازحة وهي تقف رفقة أحفادها بجانب الكوخ الذي تسكنه منذ نزوحها إن الأمطار بمثابة جرعة أخرى ضاعفت من معاناتهم في هذه الأكواخ التي تهدمت أجزاء كبيرة منها في حين غمرت المياه بقية المساكن في المخيم وأطلفت المواد الغذائية بشكل كلي ما يعني حدوث مجاعة محتملة حيث أن لا مصادر دخل للكثير من الأسر التي تعتمد على المساعدات الإنسانية وأمام الكارثة التي ما زالت تهدد النازحين حتى بعد توقف الأمطار تؤكد فرق رصد الأضرار في تقاريرها التي قدمتها للسلطات المحلية أن المجاعة والتشرد يهددان قرابة ألفي أسرة نازحة في المخيمات الواقعة بمديريتي زنجبار وجعار بالإضافة إلى المشاكل الصحية المحتمل حدوثها بين الأطفال بفعل المياه الراكدة خصوصا وهم يمثلون النسبة الأكبر للنازحين في حال تأخر الإغاثة ووقوع عشرات الأسر فريسة لكارثة صحية وشيكة ربما تكون أشد وطأة من كارثة الأمطار لطف إبراهيم قناة بلقيس أبيان